مازلنا في متابعة لقضية شهب تونسي فخر لأندلسي لكن تصريح صادم من الممثلة والإعلامية التونسية مريم بن حسين لحقيقة راجت برشا في مواقع تواصل الاجتماعي من كتب التدوينة قالت فيها شعب تونس يتعاطف مع إرهابي ذبح جندياً صومالياً إرهابي وقاتل ومحكوم عليه بالأعدام في دولة قطر وقيس سعيد يدعو إلى تمكينه من حقوبة بديلة وكأنه متورد في قضية حق عام مثلاً لا أصدق ورئيس حكومة يتصل برئيس الجمهورية ويثمن هذا التدخل أين نحن؟ هل هذه تونس فعلاً؟ فخر الأندلسي اللي نقرم العشية على وسائل التواصل الاجتماعي برشا من اللي كان في بيلي عندهم مستوى تهلل وتبارك وتهني في بعضها بإنقاذه من تنفيذ حكم الأعدام بتدخل من رئيس الجمهورية اعترف فخر الأندلسي بما اقترفه يا سيدة يا ميدا حسب محاميها الأستاذ محمد عمار اعترف بالانتماء لتنظيم داعش نعم الانتماء لداعش يعني داعشي واعترف زيدة بقتل ضعبط أجنبي ينتمي للقوات المصلحة القطرية باستهداف دورية عسكرية يعني يا مدافعين يا فرحانين يلي متقلقين من حكم الأعدام الداعشي هذا يمثلكم أحسن تمثيل ويشرفكم وخلى شين تونس في الخارج عالي واليوم وقفت له ولم يعدم وتتنيق له في الخبار بالعمل جاكيت نسخايلو متهم في قضية ملف قوبري اللي يقول لي قذا قطر ما يوفرش محاكمة عادلا قلو أسأل على عدد القضاة التونسة في قطر راه أمير دولة قطر باهد في التدخل هذا على إرهابي وهو كخذيب الخاطر مشكور ووعد فقط بتأجيل التنفيذ إلى غرة ماء خاطر هما يحترم القوانين جستما تدوينة غريبة يكفي أنك تشوف دموع أمه وتشوفك فيش تحكي بش تنسى الغل والحقد هذية اللي أبديته معنا في التدوينة هذية حاجة أخرى لهو فخر الأندلسي مشدش اسلاح على دولة تونسية ولا حاجة تورد في قضية الله أعلم أعملها ولا معملهيش أنت مكش مطلع على الملف مكش مطلع على القضية حاجة أخرى زيدة هو مواطن تونسي والدولة تونسية من واجبها مش حتى مزيئة من واجبها أنها تدافع على أي مواطن تونسي متغرب ولا في بلاد أخرى وتحكم عليه برافو قيس سعيد برافو لتوينسة الكل اللي اتفعلت إيجابيا مع الأخبار هذة ولا عزاء لمريم بن حسين بسبب التدوينة امتاحها ما تنسي واشتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشو سيلكم الفيديو القادم